خير نساك الله بن نور أنا ما راح أسألك وقول لك المين تقول الكلمة أنا بجيك بالطريقة العكسية السلام أعتقد أنك من الشخصيات ومؤمن جداً أنك من الشخصيات المحبوبة الله يحب وهذا ما لمسنا هنا في البرنامج ولكن على مدى حياتك قيلت لك هالكلمة من أي شخص ما أنا أحتاج الأثر لأن هي أثرها أعتقد أنه متشابه أبغى أثر الكلمة هذه عليك في حياتك الكلمة هذه أول شيء نساك لكم بالخير بن نور مسروري هلا وسهلا أشكركم على التقديم الأجمل من رائع أبعى عافيك السعر المهندس رائد محمد وإثمان الشباب كلهم ما زيد على كلام إخواني لكن هي كلمة كبيرة ولها وقع كبير بس يوم طريت مكلمة أحبك أنا أول ما طرع لي محادثتي دائم مع الوالدة الله يخليها لي آمين أول حبي يعني تقريبا أنا قبل كنت أستكثر حتى على الوالدين يعني ما تصير كلام حنون وكلام حلو للوالدة والوالدين بس ما يصير فيها أحبك أعشقك يعني فمن سنة تقريبا أو سنة ونص كل نهاية محادثة سواء توصيني سواء تبغى شيء تبغى غرض أو النقاش مثلا في الواتساب صرت وشه كل بعد نهاية المحادثة لازم أكتب لها أحبك فذكرتوني بالوالد الله يخليه لي طول الله لكن أقول ما بي من الدنيا سواء تبقى معي محتاج لك والحب فلا أصلح تياج أحب والديني كلهم أمي و أبوي و أخواني و أخواتي و عماني و عماتي و خوالي و خالاتي و جدي و جدتي وأحبكم كلكم يا حبيبي الله يطول بعمار أنا مبسوط بس تسمحوا لي شبا عبدالله قاعد تسمع صوته قبل صلاة المغرب يوم أذن بين الأذان و الإقامة صوته ما شاء الله في القرآن جميل حسنًا